السلام عليكم أختي وكذا تنتهي لدورة ريد بابل سنعرف اليوم ما هو الفرق بين ترد مارك و كيف نتجنبها لحفظ على حسابنا في ريد بابل وكذلك سوف نوريكم في الأخير من الفيديو بثافة مواقع التي تجلبون منها بثافة الصور بدون حقوق الملكية ولا ترد مارك يعني تقدر تختم عليهم وتعدل عليهم بدون أي مشكلة إذن على بركة الله ولكن كيف العادة لا تنسوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين فأولا نعرف الفرق بين ترد مارك و الكوبيرايت فبالنسبة الكوبيرايت هي الملكية دي العمل المعين بحيث كيكون الشخص أو الشركة هو المسؤول الوحيد على هذا العمل سواء توزيع أو النشر أو الربح منه بمعنى انت ما عندكش الحق بشتهز العمل دياله وتعاود التجرب فيه وهنا كمثال انت ملكة تحط تصميم في ريد بابل أو لا في ميرش باي امازون أو لا في موقع آخر مواقع انت البي او دي ما عند الحق حتى شي واحد من غيرك باش يهز لك تصميم ويعاود ينشره على هاد المواقع الخاصة بالبي او دي وهاد شي كينتبك كذلك على الأغاني أفلام الصور الروايات الكتب وأي حاجة بحال هاد الشكل والحل الوحيد باش تعاود اتخذ هاد الأعمال هو التواصل مع صاحب العمل وطلب الاوتوريزاصيون منه او لا كيكون هو بنفسه عرض هاد العمل يالو وكاتب عليه يمكن اعادة استعماله في الأعمال التجارية وهذه كنلقاها بزاف المواقع الخاصة بالصور والفيديوهات كبيكساباي وفيكتيزي وغيرهم سوف ندخل التريد مارك التريد مارك هي العلامة المسجلة تقدر تكون اسماء شركات او براند بحال اديداس او نايك وغيرهم سوف نعرف الفرق بين التريد مارك والكوبيرايد سؤال المهم هو كيف هاش سنعرفه بللي هاد الصورة او هاد الكلمة اللي غنخدم عليها في الصميم ديالنا معليه هاد تريد مارك ومعليه هاد كوبيرايد فالطريقة سهلة اخوتي اول حاجة فبالنسبة للتريد مارك فكل دولة عندها منصة خاصة بها لتسجيل التريد مارك الخاص بها وهنا سوف ندخل لكم كل دولة والموقع الخاص بها لكي يمكنكم تسجيلوهم مثلا في مدكرة وما تنسوهم في الحالة اللي تريدون تخدموه على شي دولة معينة معلكم سوى ترجعوا لهذه المدكرة وشوفوا المنصة المقابلة للدولة اللي تريدون تخدمو بها باش تقدروا انكم تشيكوا الكلمة في تيك الدولة واش في اعلان عليها تريد مارك ولا ما عليها ودبا غادي نحاول ندير معاكم واحد تطبيق باش ما نطوش عليكم ونعطيكم بزب ديال المواقع اللي غادي خربقوكم غا نعطيكم ثلاثة ديال المواقع اللي كان اعتمد عليهم شخصيا واللي الحمدلله لحد الان معملي لقيتش مشكل في تريد مارك الكوبيرايد هما باش كان تشيكي الكيووردس ديالي وكل شي غادي مزيان فالموقع الاول هو هذا اس بيتو كذلك الموقع الثاني هو تايم هان هادو خاص بالتريد مارك ثم الموقع الخاص بالكوبيرايد هو جوجل الغني عا نكون تعريف اذا اول حاجة غا نعطيكم واحد لكزمبل امامكم باش تعرفوا كيف تشيكيوا الكلمة ديالكم انكتبوا اشي حاجة فهنا كيبكتشوفوا طلعت لنا بريكن باد انا اضعوا عليها هكا طلعوا لنا بزاف ديال القصامي منها انتع بريكن باد احنا را عارفين بريكن باد باللي مسلسل امريكي لكن احنا غا نديره بحل ما عرفنه شو بغا نتشيكيو هاد الكيوورد فا اول حاجة غا ندير غا نديرها غا ندير كوبيا وغا نمشي لو اس بيتو ثم غا ندير كولي وانا غا ندير لايف غا ندير انتخي باش ندير الشرش ديالي اذا كيف تلاحظو خوتي الكلمة طلعت لايف اذا ممكن لياش نشتغل عليها اذا بلا ما نحتاج لدى مواقع اخرى هنعطيها بالتساب ثم باش نوريكم واحد طريقة سهلة باش متبقاش تجيبوا الكلمة وتديروا لها كوبيا ويجيبوها لهذا السيت هذا هنعطيكم واحدة الاكستنشن اللي هي اكستنسيون كاتخدم في جوجل كروم اللي هي كيف كتشوفوا قدامكم البردكتور فور ميرش باي امازون الدور يالا هو واحدة فاش كتنستاليوها بالنسبة للناس اللي بريد انستاليوها سيروا الى جوجل واكتبوا اكستنسيون برودكتور فور ميرش باي امازون فور جوجل كروم من اللي ستطلع لكم ستبتوها في المتصفحة لكم من بعضات اللي وتخدموا بهذه الطريقة اللي سهلة كننشطوا مثلا الكلمة اللي برينا نبحثوا عليها كنجي هنا كليك ضغوات بلاسوري وكننزل هنا لتحت وكننختار لتحت اس بيتو مباشرة الموقع كي يدير لي البحث ديالو وكيعطيني الكلمة واش لايف او لا داد إلا كانت لايف فهي لا تقدرش تخدم عليها إلا كانت داد فراه يميتة تقدر تخدم عليها إذا أخوتي كيف قلنا سابقا بريكن بلد ما نقدرش نخدم عليها إذا أخوتي سنقلبوا على شكلمة اخرى مثلا فكيف كانت لاحظة هنا عندنا فالنتينز دي فراه تريند يمكنكم تخدموا عليها أخوتي قبل 14 في هذا الشهر هذا وخمشة الحال نسكنوا كيف يخدموا عليها قبل ولكن مش مشكلة حنا ذكرنا هذا دبعا نجي مثلا عجبني هذا التصميم هذا وبغيت ناخد هذه الكلمة ونخدم بها في الدزاين ديالي سنجي هنا سنحاول ان تشكيها الطريقة اللي قلت لكم إذا كيف كانت لاحظوا أخوتي فهذه الكلمة لا عليها تريد مارك ما سنفعل باش نعاود نزيد نتأكد ناخدها ونمشي للموقع الثاني نعاود ان تشكيها هنا إذا هنا لم يكن لدينا حتى شي result هذه الكلمة مزيانة لا عليها تريد مارك سنجي لجوجل سنحاول ان تطبيقها سنضيف نضيف إذا نخد شي كيف تلاحظوا طلعت لنا واحد الأغنية نحن لدينا فهذه جملة وبالتالي هذه الجملة نقدره نشتغل عليها حيث ماشي هي العنوان كامل أما كو كان عندي هذا العنوان كامل هو العنوان دياله الأغنية فمنقدرش نخدم عليها إذا باش تفهموا مزيان دائما مليك نحطو الكلمة هنا مثلا نضيف لاحظوا معي هنا لا نقدرش نشتغل عليها حيث كدبقى كلمة عندها حقوق الملكية لهذا المغني هذا إذا طلع لكم هنا كتاب طلعت لكم بريند أي حاجة طلعت لكم في هذه الخانة وفي البحث الأول في جوجل فعرفوا بلي كلمة عليها كوبيرايت ما تقدرش تخدموا عليها وإذا خدمتوا عليها هاتت تتبليكم مشاكل في الحساب ديالكم إذا هذه الطريقة باش كنعرفوا الكوبيرايت وهذه الطريقة باش كنعرفوا تريد مارك نتمنى أخوتي تكون الفكرة وصلتكم لأنه فعلا هذا من أهم الدلوس اللي كنت بغيت نوصل لكم بالنسبة لي أنا كمبتدي أهم حاجة عندي في ستة شهر الأولى هو نحافظ على الحساب ديالي وما يتسدش ليها لأنه اللي يدر انتهي شهرين من ثلاث شهور وتقاتلتوا حتى التصاميم ديالي فالأخر غلط شي غلط ومشي لي الحساب فرحة شحامل واحد ما غادش يقدر يعود يرجع لهذا كنقول لكم أخوتي حاولوا أول حاجة وأهم حاجة حافظوا على الحساب ديالكم دبا كل شي مزيان غندزوا دبا وغنوريكم المواقع اللي كنعتمد عليها باش ناخد الصور ديالي الفيكتورز وكذلك الخطوط هدهما المواقع اللي غادي نشارك معاكم كنعتمد عليها كل مواقع اللي مجانية اللي هي اللي غا نوريكم في الأول ومواقع كذلك اللي فيها اشتراكات يعني بتمن قليم اللي يمكن لكم كذلك تستغلوها إلا بغيته تنقصو عليكم الجود وبتكونوا متفردين إذا أخوتي باش منطولش عليكم الفيديو كذلك فراني ديجا أعطيت أفضل مواقع اللي تحميل الصور المجانية بجودة عالية وبدون حقوق الملكية فاجدنا الشرح ديال امازون كي دي بي هنخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو هذا وفي الوصف ديال هذا الفيديو هذا غادي تلقوا هنا المواقع الأول المواقع الثاني والثالث والرابط يعني تقريبا ماشي سبعات ديال المواقع هنا فتقريبا هذه المواقع كاملة فيها نسخة مجانية وكيعطوكم صور مجانية وكيعطوكم كذلك صور اللي بفلوس انتم ما اختاروا المجانية في اللول ديالكم ومن بعد ان شاء الله مني بدأوا تدخل شوية الفلوس حاولوا تدير اشتراكات بحال هذا المواقع اللي كنشتغل عليه أنا كذلك بوكبولت فرا عندكم هنا واحد الخصم ديال 20% إذا وغيتوا تسجلوا خدموا بالكوبون شوب 20 وإذا بغيتوا كذلك تسجلوا في برنامج فيكسلز فتا وكيعطوك فيديوهات وصور يعني بجودة عالية وكتكون حصرية هنا فنغطوك واحد الاضافة اخرى للمواقع ديالك او الا الديزاين اللي كتخدم عليه يمكن لكم كذلك تدخلوا من هذا الرابط فراكين واحد تخفيض عليه وبلا ما ننسوا كذلك كرياتيب فبريكات تاي اللي كتبقى من احسن المواقع اللي تقدروا تتشغلوا عليها إذا أخوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم انتمنا نكون وصلتكم الفكرة وإذا كان لكم مشكلة او لا ما فهمتش حاجة اضعوها في التعليق الخاصة بهذه الفيديو ونحاول نجاوبكم عليها اول باول وإذا كانت اخوتياتي ادية اول زر لك القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يوصلكم الجديدين اول باول